اهلا بكم الى مجزي اخبار الان قالت مصادر اعلامية كردية بان القوات العراقية دخلت قاعدة كاي وان في كاركوك بدون قتال كما اكدت تلفزيون العراقي الحكومي بان القوات العراقية المشتركة سيطرت على مساحات شاسعة من كاركوك دون وقوع اشتباكات وبحسب الانباب فقد اطلقت القوات العراقية عبر مكبرات الصوت نداء لقوات البشماركا في محيط كاركوك لتسليم مواقعهم طلبت وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون في بيان لها القوات العراقية والكردية على تجنب القيام باعمال تصعيدا عسكري واشار البنتاجون في بيان له ان هذه الاعمال تزعزع الاستقرار وتشتت الانتباه عن محاربة تنظيم داعش الارهابي ارتفعت حصيلة ضحايا تفجيرين اللدين شهدتهما العاصمة الصومالية مقديشو الى 237 قتيلا واكثر من 300 جريح وادى الانفجار الاول الذي وقع امام فندق سفاري لسقوط العدد الاكبر من الضحايا بينما وقع الانفجار الثاني في منطقة المدينة المنورة واشارت الشرطة الى انها القت القبض على مشتبه به بزرع المتفجرات اصدرت محكمة جنايات وهران الاحد حكما غيابيا بالاعدام بحق القيادي في تنظيم القاعدة مختار بالمختار الملقب بخالد ابو العباس وذلك بتهمة تأسيس وتسير منظمة ارهابية في الجزائر وحيازة واستراد وتصدير وتسويق اسلحة ودخيرة وحكم بالمختار وهو وثمانية من اعضاء التنظيم في عام 2011 بتهمة التخطيط لاختطاف رعاية جانب في مدينة وهران اتهم الرهين الكندي جوشوا بويل الذي تم تحريره من جماعة طالبان افغانستان افراد الجماعة الارهابية بخطف زوجته واقتصابها واجبارها على الاجهاض خلال فترة الاحتجاز التي سمرت خمس سنوات وذلك في تصريحات ادل فيها بعد ايام من نجاح الجيج الباكستاني في تحريره وعائلته شددت بلدية دبي على اهمية الالتزام بتطبيق قرار منع تدخين السجائر الالكترونية في المراكز التجارية بامارة دبي وتأكيدا على ذلك نظمت ادارة علاقات المتعاملين والشركاء وادارة الصحة والسلامة في البلدية لقاء عمل مع مجموعة من المراكز التجارية لمناقشة شكوى رواد المراكز من بروز ظاهرة تدخين السجائر الالكترونية داخل المراكز التجارية